لسنا وحدنا من فاز لقد فازت تركيا في أهم انتخابات في تاريخها بهذه العبارات احتفل الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان مع آل آف من أنصاره بالانتصار في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية أردوغان فاز على منافسه كمالكي لجدار أغلو بنسبة فاقت 52% من الأصوات في المقابل نال أغلو 48% في انتخابات شهدت مشاركة قياسية فاقت 88% هذه الانتخابات منحت إذن أردوغان النصر ومعه حزب العدالة والتنمية والأحزاب المتحالفة ليدخل أردوغان من جديد بقوة للقصر الرئاسي وللبرلمان التركي بعد أن قال الأتراك كلمته وفي هذا الدخول رهانات وتحديات داخلية وأخرى خارجية سنتحدث عنها في حلقة اليوم من برنامج ملف خاص فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام وباسمكم أرحب بضيوف الأعزاء والبداية مع الدكتور لحسن قرطيط الخبير البحث في العلاقة الدولية أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا أستاذ نوفر ترحيب موصول أيضا بالأستاذ الدكتور محمد الشتات والأستاذ الجامعي والمحلل السياسي أهلا ومرحبا بك شكرا أهلا بكم هل توقعتم كما توقعت أنا في هذا البرنامج ونحن نتحدث عن الانتخابات التركية لأن تكون الجولة الثانية ما هي إلا بروفا أخرى لانهيار تحالف الأحزاب الست ومرشحهم كل اشتاره وكله أستاذ الحسن نظري على عكس توقعات صحيح أننا كنا تحدثنا على سيناريوهات هذه الانتخابات والنتائج الممكن التي يمكن أن تفضي إليها لكن يمكن القول إلى أن عنوان هذه الانتخابات في نهاية المطرر هو سقوط كل التوقعات على تبار أن استطلاعات الرأي كلها كلها كانت تشير إلى كانت تقول إلى أن المعارضة ستنتصر على أردوغان وفي نفس الآن كانت استطلاعات الرأي تتحدث أيها أية استطلاعات هل الأستطلاعات التي سبقت انسحاب محرم إنجه هل هذه الاستطلاعات التي بعتلت الدورة الأولى بعد أن منح أوغان أصواته لأردوغان ستحدث عن استطلاعات قبل الجولة الأولى كان هناك الحديث على استعلاء المعارضة وحتى تم الضخ إعلاميا فعلا كان الهدف هو إهام هو إهام المواطن التركي بأن هناك إمكانية تاريخية لسقوط أردوغان لسقوط الرئيس أردوغان وأعتقد في نظري على أن ما جمع هذه المعارضة هذه الأحزاب الست بطبيعة الحال هو سقوط الرئيس وليس الاتفاق على برنامج اقتصادي والسياسي واجتماعي إذن الانتخابات حقيقة وفق الاستطلاعات الدقيقة وهنا أتحدث بالمعطيات على المستوى الواقع التركي الواقعية السياسية كانت تقول بأن بإمكان أردوغان الفوز بالانتخابات وكان بطبيعة الحال على هذا المستوى لم تكن هناك المفاجآة كانت مفاجآة أخرى سنتحدث عنها مع أستاذ نوفل هل أردوغان من انتصر؟ أم العدالة والتنمية وحزب قومي وأصوات سنان أغان وبالإضافة إلى ذلك ما أنجز في أكثر من 20 سنة سواء حين كان رئيسا لبلدية إسطنبول أو رئيسا للوزراء أو حتى رئيسا للدولة؟ هل الكره والحقد على المعسكر الذي دعم كيليش دار أوغلو وبين قوسين فيه غرب جيش صحفته الغربية للنيل من أردوغان؟ أم من انتصر الإرادة التركية الحقيقية أو الديمقراطية التركية؟ في الحقيقة الأطراك سموا أردوغان بسوبرستار لأنه نجح في كل شيء نجح في الانتخابات في الدورة الأولى والدورة الثانية وهي انتخابات يتحصل حاصل في الحقيقة ونجح في التنمية ونجح في وضع تركيا على خارطة العالم ونجح في إسماء صوت تركيا في كل أنحاء العالم والوقوف بتركيا في كل المعسكرات فهو أولا مع المعسكر الغربي وهو كذلك مع المعسكر الشرقي في الحقيقة هو مع المعسكر تركي لأنه يريد أن يعود بتركيا إلى الأمبراطورية العثمانية التي كان يحسب لها ألف حساب فأردوغان حقيقة بينا للعالم أنه رغم سنه المتقدم أنه سياسي بارع هو كلمة السر تريد أن تقول من انتصر أردوغان ليست الديمقراطية التركية وليست المنجزات الخاصة طبعا انتصرت الديمقراطية بالعدالة والتنمية طبعا انتصر الحزب مرجعية يعني المرجعية انتصرت انتصر الحزب ولكن من قام بدفع هذا الحزب إلى الانتصار من أنشأ هذا الحزب هو أردوغان نتذكر أنه جاء إلى المغرب أو ناس من حزبي جاءوا إلى المغرب وتقوا بحزب العدالة والتنمية وأخذوا الاسم من المغرب وأخذوا حتى المصبح وطوروه إلى مصبح آخر يعني من المغرب فالتجربة أخذت من المغرب ولكن ما يهمنا هو أن تجربة العدالة والتنمية كانت ناجحة اقتصاديا وعسكريا وديبلوماسيا ولهذا السبب فرغم أن تركيا تعيش حالة عصيبة فيما يخص الاقتصاد 80% من تدخم رغم ذلك الكل كان ينتظر أن المعسكر الآخر سينجح ولكن لم ينجح لأن الشعب التركي يرى في هذا الرجل معجزة وهو معجزة القرن الواحد والعشرين أو القرن الواحد والعشرين أكثر من أتاتورك أصبح الآن مثال لتركيا العصرية تركيا الإسلامية ولكن تركيا تنمية والتقدم والعدالة جميل في السباق الرئاسي لن أعود أنا للجولة الأولى ولكن سأحاول أن أبدأ من الجولة الثانية إلى أن تصلح كورسيك ستأوجه لاستجتاته يعني في الجولة الثانية هل لاحظت الانقسام الحاد الذي حدث في تركيا انقسمت تركيا وقد تكون لازالت منقسمة بعد يوم واحد من إعلان النتائج بمعنى آخر أن الحدة في الخطاب التخوين الاتهام بالتحالف مع الجماعات الإرهابية مثلا فيما يخص أحزاب الطاولة الأحزاب الست اليمين نعم أو نسميهم معارضة أردوغان مثلا في المقابل اتهام أردوغان أيضا بأسلمة الدولة بالوقوف ضد الأقليات بجمع اللاجئين السوريين بالملايين وإضاعة فرص اقتصادية جمع على المواطنين الأتراك كان هناك انقسام حاد في الخطاب السياسي انعكس على نسب المشاركة التي كانت قياسية حتى في المناطق التي دمرها الزلزال وهي أكثر من ثمانية أقالي هو اليمين في الحقيقة ليس له برنامج يعني في المستوى برنامج اقتصادي وبرنامج علمي وبرنامج يعني إنساني واجتماعي اليمين منقسم منذ البداية الذي أعطى لليمين قوة هو الغرب والصحافة الغربية التي كانت كلها ضد أردوغان ولكن يعني تحاول أن تفشل هنأته في نهاية المطاة هنأوه في نهاية المطاة هنأوه لأنه هجو بايدن وأنطوني بلينك لأنه نجح بطريقة ديمقراطية والغرب دائما يقول أن الديمقراطية هي الوسيلة نعم فهو كان نجح بطريقة ديمقراطية لأنه كان الفرصة الأولى والفرصة الثانية أو يعني سباق الأول وسباق ثاني ووصل إلى 52% هي نسبة محترمة جدا ليست بالنسبة 99% أكثر من 27 مليون و700 ألف ناخر صوتوا على أردوغان وهذا ما قاله اسمح لي أستاذ أستاذ ونمنح الكلمة فضل إن أردت أن تختم بفكرة لا هو في الحقيقة أنا أقول كما يقول الشعب التركي هو رجل معجزة ومعجزته أكثر من أتا ترك جميل الانقسام في تركيا بانا اليوم الانتخابي 28 من ماي الانتخاب رئيس للبلاد في جولة ثانية كان انقساما حادا وانعكس على الخطاب السياسي بكل ما تحمل الكلمة معنا مصطلحات التخوين حتى أن في احتفال النصر بالأمس أردوغان كرر كلمة باي 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 كمال ثلاث مرات وداعا بمعنى حتى أنه قال أن هذه طاولة الأحزاب الست في طريقها لطرده حتى من الحزب الذي يترأسه اليوم فالانقسام السياسي هل سينعكس على المرحلة المقبلة من تركيا أردوغان في نظري النتيجة هي كون أن الأريحية التي كانت لدى أردوغان خلال الـ 21 سنة الماضية خلال 18 سنة التي حكم فيها لثلاث ولايات كرئيس وزراء ولولايتين كرئيس لتركيا كانت له أغلبية مريحة وبالتالي كان بإمكانه إدارة البلد إدارة البلد بالطريقة التي أذر بها والتي بطبيعة الحال كان خصومه خصومه بطبيعة الحال يحملونه المسؤولية فيما يتعلق بمآل إليه الاقتصاد الاقتصاد التركي أريحية بين قوسين دكتور لحسن لقد انقلب عليه العسكر في 2016 صحيح لكن مع ذلك ينبغي الإقرار كانت هناك الشعبية أغلبية كانت هناك شعبية قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان هناك استفاف شعبي خلف خلف الرئيس وفيما يتعلق بما حدث سنة 2016 بطبيعة الحال كانت هناك أياد خارجية كانت هناك محاولات وكما يقال قاعدة أنجليريك تذكر بكل الدروس فيما يتعلق بمحاولة إطاحة النظام رجب طيب أردوغان لكن في نفسي الآن كما أشار الدكتور شتاتو أن نجح أردوغان في إدارة التناقضات على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وكذلك إدارة التناقضات على المستوى الداخل صحيح أنه كان هناك وهذا ينبغي الإقرار به كان هناك شبه دولة موازية على المستوى الداخل رغم ما يمكن الحديث عنه من مغالاة على المستوى خطاب الرئيس حين يتحدث عن طيار فتح الله وقولا ولكن كان هذا الطيار طيارنا في داخل الدولة داخل الدولة التركية أنا في نظري أكثر من ذلك حتى اقتصادية أنا في نظري أكثر من ذلك لأن في نهاية المطف فترة حكم أردوغان لا يمكن أن تلغي تقريبا قرن من النظام ديمقراطي منذ عشرينيات القرن الماضي وبالتالي التناقضات التي كانت هناك أجنحة داخل الدولة العميقة ما يسميه الأترك بالدولة نات كان هناك تناقضات كبيرة داخل الدولة العميقة وفترة أردوغان بطبيعة الحال فأفرزت إلى السطح هذه التناقضات وبالتالي كان هناك إمكانية الإنقلاب لسنة 2016 تم كشفها لكن في نفسي الآن نتائج لهذه الانتخابات كذلك لا يمكن القول على أن الولاية القادمة ستكون ولاية مريحة للرئيس يتمتع بالأغلبية في البرلمان لكن لا يمكن أن يدير البلاد كما أدرها سابقا قد تكون المرحلة صعبة بالنظر للتحديات والرهنات أعود دائما وأبدا أريد أن أركز في الجزء الأول على العملية الانتخابية كيف مالت الأصوات التركية إلى رجب طيب أردوغان وكيف نافس حتى كالإشتار أوغلو لأنه هو الآخر لا يمكن الاستهانة به حصل على 48% من الأصوات مقابل 45% في الجولة الأولى و49% لصالح رجب طيب أردوغان الكل من أعداء أردوغان نقول رهنوا على الزلزال الذي قلنا دمر أقليم بأكملها فإذا بنسبة التصويت الكردي داخل نسيج المجتمعي التركي فإذا بالمدن الكردية تصوت أكثر لصالح أردوغان ديار بكر وغيرها الكل راهن على أن يكون سنان أرنب السباق والذي سيحسم المعركة وكما لقبوه الصحافة بصانع الملوك ولكنه آثر في نهاية المطاف بعد نهاية الجولة الأولى أن يقف إلى جانب أردوغان لأنه أيقن أنه منتصر وكان معه في خطاب النصر أمام القصر الرئاسي أو من الشرفة الرئاسية كما يسمونها في معنى آخر من راهن على أمور عدة في الانتخابات أنها ستكون هي الحاسمة هي التي صبت لمصلحة أردوغان لهذه الدرجة الأحزاب السياسية التي تنافس العدالة والتنمية والتحالف هناك على درجة قليلة من الوعي لكي تتدرع بأسلحة هي ضدها وليست لمصلحتها في هذا السباق الرئاسي المعارضة سبب فشل هو أن الغرب وضع ثقله وراءها فكانت المعارضة تتحدث باسم الغرب بلسانا غربي بلسان الغرب وكان الغرب يدافع عن المعارضة وهذا ضر كثيرا بالمعارضة وكان في صالح أردوغان أردوغان رجل سياسي بسيط رجل ديمقراطي رجل الشارع ليس رجل يعني فخم والفخامات والبرجوازية وكل ما قام به كان لصالح الشعب وذكي أستاذ الشتاتو وإنسان ذكي طبعا تتقول رجل الشارع ذهب لصديقة والدته عشية الانتخابات فزارها في بيتها المتوضع وأصبحت كاميرات الصحافة التركية والعالمية كلها تركز على هذا اللقاء كيف لراجل المقبل على سباق مصيري في مساره السياسي ويذهب ليرى صديقة والدته الحاجة الفقيرة المعدمة في حي شعبي إنسان كما قلت بسيط جدا ولكن ذكي إلى درجة أنه يعرف من أين تأكل الكتف ويعرف ما يريد الشعب منه وفعلا قد قدم العديد من الأشياء إلى الشعب التركي وجعله يعني معادلة مهمة في السياسة العالمية سواء على مستوى أوروبا أو على مستوى الشرق أو حتى على مستوى الدول العالم ثالث فأردوغان صديق للجميع صديق للأفارقة صديق للعرب لإسرائيل صديق لإسرائيل صديق للروس والصين وأمريكا ويعني صديق للفلسطينيين وصديق للأمريكان وكل يحتاجه في الحالة الصعبة وفي المعادلة الصعبة ويقدم نفسه كرجل له خبرة وفعلا له خبرة كبيرة في السياسة فقد قدم الكثير للغرب وقدم الكثير كذلك لبوتين لأنه تعامل مع بوتين ومازال يتعامل مع بوتين سنعود للسياسة الخارجية رغم أنه هو بوتين منبود في الوقت الحاضر فأردوغان واختلف مع بوتين ألم تصبح الجيش السوري الطائرة الروسية في فوق السماء التركية ولكن أهم شيء أهم شيء هو ما قدمه للشعب من إنجازات كبيرة سواء منها إنجازات اقتصادية قبل 80% طبعا لأن العالم كله يمر من حالة صعبة خاصة بعد حرب الأوكرانية الروسية ولكن قدم الكثير في مجال الخدمات الأساسية الصحة التعليم السكن للشعب التركي والعمل وقدم الكثير لتركيا فيما يخص الاقتصاد وفيما يخص التجارة على المستوى العالمي والآن نرى أن تركيا موجودة في كل أقطاب العالم نعم إذن تتحدث عن أردوغان دعنا نرى مسيرة أردوغان في حكمه لتركيا في مناصب تدرج فيها شيئا فشيئا في مرجعية مختلفة تماما هناك في أرض الأتراك وكيف تسلق ما يسمى بسلم المجد بروية إلى أن وصل إلى رئاسة تركيا ويجدد العهد مع ولاية رئاسية جديدة كما يقول الاحتفال بمئوية تركيا كل التفاصيل نتابع في هذا التقرير لزمينه في الخميش راجب طيب أردوغان سياسي تركي بدأ مشواره رئيسا لبلدية إسطنبول ليتمكن من الصعود في سلم الحياة السياسية التركية الولاية الرئاسية الثالثة لأردوغان تأتي إثر مصار سياسي غني تجاوز الثلاثة عقود في إسطنبول التي رأى فيها النور سنة 1954 خبر أردوغان عوالم التدوير السياسي إذ تمكن من إحداث نهضة في المدينة أكسبته شعبية جارفة اشطهر أردوغان في فترة شبابه بولعه بعالم كرة القدم وتفوقه الدراسي في المرحلة الإعدادية والثانوية لعب رجب طيب أردوغان دورا بارزا في الاتحاد الوطني للطلبة الأتراك والمنظمة الشبابية ثم أصبح عضوا في حزبي الرفاه والفضيلة في سن لم يتجاوز الثلاثين عاما تولى أردوغان منصب رئيس حزب الرفاه في العام 1985 العام 2001 شكل انطلاقة جديدة في المصار السياسي لرجب طيب أردوغان إذ أسس إلى جانب رفاقه السابقين حزب العادلة والتنمية الذي سرعان ما اكتسح المشهد السياسي التركي حقق حزب المصباح الفوز في الانتخابات التشريعية في العام 2002 وتمكن من تشكيل حكومة مدعومة بأغلبية برلمانية ساحقة في شهر ماي من العام 2003 تولى أردوغان منصب رئيس الوزراء التركية وحققت البلاد في عهده طفرة اقتصادية كبيرة خاصة في البنية التحتية وجذب الاستثمارات خلال رئاسته الحكومية حاول أردوغان في مناسبة كثيرة الانضمام إلى فضاء الاتحاد الأوروبي لكن دون جدوى اكتساح حزب العادلة والتنمية للانتخابات تكرر في مناسبتين انتخابيتين في العامين 2007 و2011 سنة 2014 شكلت حدثا مفصليا آخر في المصاري السياسي لأردوغان حيث فاز رجب طيب أردوغان في أول انتخابات رئاسية عامة تشهدها البلاد أجرى رجب طيب أردوغان استفتاءة دستورية من أجل إدخال تعديلات تعزز من صلاحيات رئيس البلاد في العام 2016 عاد شبح الانقلابات العسكرية ليخيم من جديد على البلاد حاولت مجموعة من الضباط والجنود تنفيذ محاولة انقلابية حيث هاجموا مقارات الدولة فيما عرف بانقلاب الساعة الخمس ونجا أردوغان من المحاولة الانقلابية التي اتهم بتدبيرها شبكة غولان قاد أردوغان حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتورطين في المحاولة الانقلابية وعادت تركيا من جديد إلى سكة الشرعية الديمقراطية في السنوات الأخيرة واجهت تركيا مصاعب اقتصادية كثيرة جراء انخفاض قيمة العملة التركية وارتفاع نسب التضخم إلى مستويات كبيرة يواجه الرئيس التركي البالغ من العمر 69 عاما تحديات الاقتصاد التركي المتداهر والتدبير ملف اللاجئين السوريين وعلى المستوى الخارجي تشكل التحالفات الدولية لتركيا شرقا وغربا أهم التحديات التي تنتظر الرئيس التركي في عهدته الثالثة إذن تابعنا وإياكم محطات بارزة في مصار سياسي استثنائي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أستاذ أقرطيط من لاعب في نادي قاسم باشا إلى لاعب دولي محوري وأساسي في معادلة السياسة الدولية في المنطقة في الإقليم ولكن في العالم ككل اليوم انتصر أردوغان شاء من شاء وأبا من أبا وفي خطاب النصر تحدث عن الوحدة والتضامن تحدث عن مئوية تركيا تحدث عن اللاجئين وعودتهم الآمنة وعن مشروع قطري تركي سيؤمن مليون منزل أو منازل لمليون لاجئ سوري الأمور التي كانت في خطاب المعارضة أو في خطاب تيار كليشدار أوغلو اليوم أردوغان رجل يحب العمل لم يؤجلها قالها في خطاب النصر وحدة تضامن مئوية تركيا بناء اقتصاد قوي القضاء على التضخم وملف اللاجئين السوريين رجل وكأنه به يبدأ الإعداد لمرحلة الحكم المقبلة لغيره من العدالة والتنمية من يومه الأول من خطاب النصر هذا هو ما يسمى بالذكاء السياسي تماما كما أشرت في البداية على أنه شخصية براغماتية بامتياز هو رجل مبادئ وفي نفسي الآن هو يتمتع بالواقع فيما يتعلق في إدارة البلد وفي بناء تحالفات لأنه في نهاية المطاف تحالف مع الحركة القومية ولذلك يمكن القول والآخرين تحالفوا مع الأكراد الذين يتهمون بعمليات إرهابية في الأراضي التركية ودعنا نقول على أن النظام التركي يدرس الآن على أن المشروعية السياسية أو الشرعية السياسية للنظام التركي أولا يلعب فيها الرئيس ضور كبير يتمتع بكاريزما قوية من الأنظمة التي تعتمد بشكل كبير على كاريزما الرئيس وفي نظري أحد نقطة ضعف هذه القوى السياسية التي توحدت بطبيعة الحال هو غياب شخصية وازنة يعني يمكن أن تواجه الرئيس رجب طير أردوغان هذا من جهة كما أشرت كذلك فيما يتعلق بما رهنت عليه المعارضة وما عمل الإعلام الغربي على إذكائه داخليا وهو النتائج الكاريتية للزلزال والمناطق التي أصيبت به بحيث كان الرهان على أن ساكنة هذه المناطق ستصوت لصالح المعارضة وهو ما لم يحدث حقيقة باستثناء ولاية هايت مقاطعة هايت التي لم تصوت لأردوغان في حين أن كل مقاطعات أخرى صوتت لأردوغان وبالتالي كانت خيبة أمل كبيرة بالنسبة للقوى السياسية المعارضة في نفسي الآن ينبغي الإقرار للرجل نتحدث على أنه بنى دولة قوية في مرحلة وجيزة جدا جعلها من الدول العشرين من اقتصاد السادس عشر عالمية تماما من الدول العشرين في نفسي الآن يبني الآن قوة عسكرية كبيرة على المستوى المنطقة كذلك ينبغي الإقرار على أن السياسة الخارجية لتركيا وأحدث طورة جديدة على اعتبار أن الدولة انتقلت من صفر مشاكل مع المحيط إلى دولة إلى رقم صعب في المعادلة الإقليمية والمعادلة الدولية وأعتقد عاصمة أنقرة الآن هي محط أنظار للغرب كما هي محط أنظار للشرق وللمحيط كذلك العربي صحيح إذن نتاج اقتصادية وسياسية وشوي سياسية أيضا بالنسبة لحكم أردوغان على مدى عقدين ونيف من الزمن في مناصب متعددة هناك في تركيا ولكن ماذا عن تركيا المستقبل ماذا عن أردوغان وعلاقاته مع الغرب ماذا عن أردوغان وتمركز الدولة التركية في منطقة تأتي ما بين القارة الأوروبية والقارة الأسيوية ماذا عن الشرق الأوسط وعلاقاته مع إيران وسائل الإعلام حين كانت تتسارع بالدريجة في شوارع أنقرة وإسطنبول المدن التركية وتحاور الأتراك يعني من بين الإجابات التي قيلت حول الأزمة الاقتصادية والعلى الملف الاقتصادي عد من أبرز التحديات وإن غابة في الانتخابات الرئاسية ليس بتلك الحدة ولكن الغزل كان فيما وضع أردوغان فيه تركيا حول العالم في الخريطة السياسية الدولية وكانت تلك أبرز المكتسبات سألوا أحدهم قال حول التضخم والأزمة الاقتصادية قال إنها كذبة لا يوجد أحد جائع في تركيا وسيؤدي بطريقة أفضل في السنوات الخمس المقبلة بينما يقول خبير اقتصادي إن تم مواصلة سياسة خفض نسبة الضريبة أو نسبة الفائدة عفوا فتركيا ستدخل في أزمة قاسية على المستوى الاقتصادي التضخم الغلاء واسجد بالاستثمارات واستقطابها من جديد في السنوات الخمس المقبلة كيف يمكن أن يتعامل معها أردوغان؟ أولا التضخم والمشاكل الاقتصادية هي عالمية ليست تركيا حسب كل دول العالم بما فيها أمريكا أمريكا عندها مشكل أداء ما عليها حل بالأمس حل ولكن مؤقتا ربما يعود هذه المشكلة مجددا وهذه أقوى دولة في العالم أوروبا نفسها عندها مشاكل كبيرة فيما يخص الاقتصاد وكيف لا تركيا؟ تركيا موجودة الآن اقتصاديا في كل دول العالم أعطيك مثال تركيا موجودة في إفريقيا وتنافس الصين الشعبية وتنافس روسيا تركيا عندها 25 مليار استثمارات في إفريقيا الخطوط التركية موجودة في 60 دولة يعني حضورها موجود في إفريقيا فتركيا احنا في المغرب مثلا الاقتصاد التركي موجود ونراه يوميا في الشارع في محلات تجارية في المركات التجارية لتركيا تركيا دولة قوية الآن هذا التضخم سيزيدها قوة وأظن أن أردوغان الآن سيقوم بعمل جدي فيما يخص مكافحة مكافحة التضخم وكل المشاكل الاقتصادية والدليل على ذلك أن الشعب التركي وقف ورأه في هذه الانتخابات ويرى أنه الرجل المعجزة الذي سيخرج تركيا من هذه الورطة الاقتصادية التي هي ورطة عالمية كما نعرف ولكن هذا لا يمنع أن لتركيا خصوصية وهذه الخصوصية قلنا بأن انخفاض مستوى الليرة بشكل كبير وكبير جدا غير مسبوق ونسبة التضخم سنويا تقارب 45% وغلاء في كل شيء ولكن في نفس الوقت هناك أمور زادت الطينة بلة بمعنى آخر الزلزال الزلزال هو الآخر سيكلف تركيا مليارات الدولارات من أجل عادة بناء مجموعة من الأقاليم التي دمرت عن بقرة أبيها وأسر بمئات الألاف مشردة اليوم وهذه فاتورة باهضة على الاقتصاد التركي كيف يمكن لأردوغان اليوم أن يتعامل مع الأزمة الاقتصادية وهو من حقق لتركيا ما وصلت إليه اليوم من ناتج وطني خام من ارتفاع مهول في مدخول الدخل الفردي سنويا وفي نفس الوقت الرجل يرفض أن يمنح سيادة تركيا لصندوق النقد الدولي في خطاب النصر بالأمس لن نستدين على عكس منافسية لجدار أوقل الذي كان يود الذهاب بعيدا في الاستدانة من صندوق النقد الدولي لذلك كانت الاستدارة التركيا فيما يتعلق العلاقات الاقتصادية حين سقطت قيمة الليرة بنسبة 70% بعد سنة 2016 فهم أردوغان على أن النظام المالي العالمي يشكل تقل كبير على الاقتصاد التركي وبالتالي استقلالية تركيا على المستوى الاقتصادي مرتبطة بمدى قدرة الاقتصاد التركي على الصمود أمام النظام المالي العالمي وبالتالي هو أدرك على أن سقوط الليرة كان قرارا خارجيا بمعنى صحيح أن ارتباط النظام المالي التركي بنظام بريتن وودز وارتباطه كذلك بالبنوك الدولية الغربية أدرك على أن هذا الارتباط ينبغي فكه على الأقل بالنسبة معينة وبالتالي كان التوجه تركيا هو الحفاظ أولا وقبل كل شيء على قيمة الليرة وبطبيعة الحال إعادة توجيه الاقتصاد التركي إلى بناء القاعدة الصناعية حمل منذ 2016 إلى حدود الآن أعاد أردوغان التشديد على مشروع التصنيع بمعنى أن تركيا التي بطبيعة الحال أصبحت من الاقتصادات العشرين انطلاقا من صناعات النسيج والصناعات بطبيعة الحال والسياحة لكن بالنسبة للرئيس التركي قوة تركيا وضمان قوة تركيا ينبغي أن ترتبط بصناعات تقيلة وبالتالي كان هناك تحول فيما يتعلق بالعلاقة التجارية نحو دول بريكس وتركيا في هذا المستوى قطعت أشواط كبيرة مع الدول بريكس خصوصا مع الصين ومع البرازيل وأعتقد في نظري على أن تركيا الآن هي إلى جانب مجموعة من الدول تطالب الآن بإعادة إصلاح النظام المالي لأنها فهمت على أن النظام المالي هو الذي أسقط قيمة الليرة وبالتالي فيما يتعلق الآن بالسياسات المالية هناك تنصيق كبير بين تركيا ومجموعة من الحلفاء الجدود وأتحدث عن روسيا عن الصين عن البرازيل بطبيعة الحال وفي نفسي الآن أردوغان ينطلق من مسألة أساسية على أن استقلالية كما أشرت إلى ذلك على أن استقلالية تركيا هي مرتبطة باستقلالية الاقتصاد التركي وبالتالي هناك رفض قاطع للاستدانة من المؤسسة المالية الغربية نعم وقد تكون بين الحلول التي قد تنفس بعض الشيء عن الاقتصاد التركي وتمنح فرص عمل أكثر للشعب التركي هي حل معضلة اللاجئي ولقد حضر اللاجئون السوريون في خطابات أردوغان وتحدث على أنه إن كانت هناك مناطق آمنة لهم سيتم إعادتهم إلى وطنهم سوريا وقد يكون هناك مجالسة بطريقة أو بأخرى لنظام الأسد العائد للحضن العربي عبر قمة جدة وفي نفس الوقت هناك حديث عن مشروع تركي قطري مشترك سيؤمن عودة مليون لاجئ سوري عبر بناء مساكن تأويهم هناك في سوريا قد تكون في الشمال السوري على أبعد تقدير بالنظر إلى الهيمنة والسيطرة التي تعرفها تركيا على مناطق عدة هناك هل ملف اللاجئين الذي كان حطب للانتخابات قد ينقذ أردوغان في سنته الأولى على الأقل بالنظر للمتغيرات التي تحدث على الأراضي السورية وتأمين عودة آمنة لملايين اللاجئين نحو دياره تعامل أردوغان مع اللاجئين تعامل إنساني وهو كما ذكرنا في الشطر العول إنسان بسيط يعرف معاناة اللاجئين فهو يريد أن يجد حلا سياسيا وبإمكانه أن يجد حلا سياسيا لأنه حقيقة كلمة تركيا مسموعة الآن في المنطقة كلها سواء لدى بشار الأسد أو لدى قطر أو لدى السعودية كلمة الأسد في القمة العربية كانت واضحة إسرائيل يعني كل هذه الدول المنطقة إن نتحدث عن الأحضان اللي أسمحتي للإستشتات يعني الأسد وأردوغان القطيعة اليوم يعني ليس ببعيد في قمة جدة أيام قليلة قال الارتماء بالأحضان والعثمانيون الإخوانجية هكذا عبر يعني ربط العثمانيين أو نظام التركيبي في الإخوان المسلمين فكانت كلماته واضحة وفيها الكثير من الرفض لتركيا أردوغان في المقابل التعامل مع خاصر عربية أو حضن عربي عادت إليه سوريا لا يضيره ذلك لأن سوريا كانت عربية وستبقى كما قال فبالتالي الحدود التي يرسمها نظام بشار بعد العودة إلى الحضن العربي بعد الدعم المتناهي الإيراني والروسي قد تعرقل من أي احتكاك مباشر يجمع أنقرة بدمشق أظن لن يكون هناك أي احتكاك لأنه بشار الأسد يعرف أنه أحسن شيء يمكن أن يقوم به هو حل مشكل اللاجئين وحل مشكل سياسي وعودة إلى الحضن العربي هو عودة إلى المشروعية والمشروعية هو من خلال اللاجئين ومن خلال الملف السياسي الشائك الموجود في سوريا في الوقت الحاضر وتركيا ستلعب دورا أساسيا في هذا المشكل وفي حل هذه المشكل ولكن يجب كذلك أن ننسى أن تركيا موجودة في العالم العربي كله ليس في سوريا موجودة فهي القوة الإقليمية التي يمكن لها أن توقف إيران عند حدودها في الوقت الحاضر بإمكاناتها العسكرية ونحن نعرف أنها توصلت إلى صناعة مقاتلات عسكرية وإلى أسلحة درون ودبابات وإلى ما إلى ذلك يعني وكذلك مدافع باليستية يعني الكثير من الأشياء التي صنعتها في السنوات الأخيرة تذكرنا ما ذكر الدكتور الكريم الحسن بأنه قاعدة اقتصادية قوية هي تركيا الآن قاعدة اقتصادية قوية وهذه القاعدة ستساعدها على حل مشاكل في المنطقة بالاقتصاد وبالسياسة جميل تتفق مع هذا الطرح بأن ورقة اللاجئين لم تكن مستعصية على أردوغان وأن هناك قد نرى انفراجها في العلاقات التركية السورية بعد عقد من الزمن فيه مشاحنات وفيه عمليات عسكرية حتى تركيا داخل الأراضي السورية لا في نظري العكس من ذلك أردوغان استطاعت سويق ملف اللاجئين في العلاقة مع الغرب في العلاقة مع أوروبا في نظري أكثر من ذلك هي أصبحت ورقة قوية بيد أردوغان وأكثر من ذلك دعني أكمل أكثر من ذلك أستاذ نوفل فقط إشارة هو كون أن في العلاقة مع النظام السوري خطاب أردوغان كان واضحا بمعنى لا يمكن أن أعيد سوريين حتى يتم تقتيلهم على الأرض السورية وبالتالي هذا الخطاب بطبيعة الحال يسمع كثيرا على المستوى الغرب ندرك جيدا على أن ملف السوريين الآن يشكل الآن القاعدة الخطابي أو الخطاب الداخلي التركي أصبح هناك خصوصا الحركة القومية أصبحت تركب على وجود كانت تحطب الانتخابات تماما لذلك في نظري الملف اللاجئين هو ملف يستغله جيدا أردوغان وفي نفسه الآن فيما يتعلق بالعلاقة مع النظام السوري كان هناك اجتماع لرؤساء الأركان السوري والتركي والإيراني والروسي في موسكو كان هناك اجتماع للوزراء الخارجي الأربع مقداد والوزير التركي ووزير إيران وبمعنى أن فيما يتأنى أن أردوغان الذي قلنا في البداية على أنه شخصية دكية جدا شخصية براغماتية أردوغان الآن الذي استعمل كل الأوصف الدنيئة في حق الرئيس السوري أردوغان لا يستبعد الجلوس مع الرئيس السوري في نفسي الآن الرئيس السوري قبل ذلك إلي أعطيتك الفرصة لتكمل لأن المصطلحات دقيقة تفضلت وقلت تسويق ملف اللاجئين وكأنها ذات بعد تجاري أو بعد مادي ملموس بينما تركيا على حدود مع السورية هذا الأمر بكل صراحة لنتخلى عن جلباب الصحافة والإعلام وقل ما تقول والتحليل السياسي يحسب لتركيا في وقت يموت فيه الملايين فتحت أبوابها أمنت مخيمات للاجئين أدمجتهم في النسيج المجتمعي التركي وشهدنا خطاب المعارضة حين يزور المطاعم والمحلات ويقول له أنت من أين سوري لا تؤدي الضريبة لماذا لا تعود إلى بلدك شهدنا بالأمس كلمة أثارت ضجة على مستوى التواصل الاجتماعي لطفلة سورية تقول إلى أين تريدون أن نذهب سيد كليشتار لو كنت في وطن آخر غير تركيا وتعرضت للحرب هل ترضى لأولادك أن يموتون بقصف الصواريخ وضرب الرصاص فهذه وظفت أم لم توظف مبعد مع الغرب ولكنها ستبقى موشومة في ذاكرة الإنسانية أن تركيا فتحت أبوابها للاجئين السوريين إبانا التقتيل والتعذيب والسجن الذي كانوا يتعرضون له على يد نظام الأسد بينما أنظمة عربية مع كل احترام لها يعني الجزائر سدت أبوابها على 300 لاجئ سوري لكي نكون واضحين فاتورة استقبال اللاجئين باهظة وكاد أن يدفع ثمنها أردوغان بأن يخسر الانتخابات الرئاسية نحن نؤدي هذا التمن المملكة المغربية تؤدي ثمن استقبال اللاجئين وتوطين اللاجئين وتشلين اللاجئين وإذمار المهاجرين ودول كما أشرت إلى ذلك الأستاذ نوفل دول أخرى رفضت استقبال هؤلاء بل نقلتهم إلى قلب الصحراء تحدث عن الجار الجزائري صحيح أن نتحدث عن تونس نتحدث عن الجزائر نتحدث عن تعبيدهم في ليبيا عن ما حدث لمجموعات كيف تعاملت معهم رميهم في النيجا وبالتالي هو صحيح بالنسبة للاقتصاد التركي بالنسبة للدولة التركية وجود أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري واتق كبير على تركيا وبالتالي في نظري من أبانة تركيا على أنها فيما يتعلق بملف اللاجئين هي احترمات التفاقية الدولية المتعلقة باللاجئين ولم تكن استقبالات انتقائية كما فعلت ألمانيا أخذت المهندسين والأضباء ولكن في نفسي الآن في مرحلة معينة وأعتقد على أن حق مشروع حق مشروع ليس من العيب ورقة تفاوض كانت مع الأوروبيين لأن بكل بساطة تقل اللاجئين على الاقتصاد التركي هو طبيعة الحال لم يعد مقبولا أمام خصوصا أن في الوقت الذي تطالف فيه أوروبا والولايات المتحدة بمساعدة المعارضة عسكريا واقتصاديا وفي نفسي الآن لا تتحمل تكلفة وفاتورة وجود وفاتورة اللاجئين ونحن نتذكر كيف تم التعامل مع المهاجرين على حدود ألمانيا على حدود في اليونان وعلى حدود بعد الدول الأوروبية لنطوي هذه الصفحة تركيا والغرب تركيا اليوم داخل حلف الناتو تركيا لها مكانتها وتجتمع في اجتماعات مجموعة العشرين واليوم أردوغان يحظى بترحيب من جو بايدن الذي هنأه على الانتصار ويتطلع للعمل معه مجددا نفس الكلمات تكررت على لسان وزير الخارجية الأمريكا أنتوني بلينكين نفس الكلمات كانت صادرة عن إيمانويل ماكرو رئيس وزراء السويد مجموعة من دول العالم هنأته سوى باتصالات هاتفية أو ببرقيات اليوم أردوغان هل يمكن أن يبقى بذات العقلية التي تعامل معها مع الناتو مع المعسكر الغربي وفي نفس الوقت ألا يمكن أن تؤثر العلاقات التي فيها الكثير من التقارب مع المعسكر الشرقي نقصد روسيا وأيضا تركيا وعلاقات أخرى مع إيران على ما سيحدث في المستقبل القريب مع الغرب أظن تركيا الآن معادلة صعبة للغرب ومعادلة صعبة للشرق لأنها جاءت في الوسط وهي لها علاقة طيبة مع بوتين المنبوذ في الغرب ولها علاقات طيبة مع بايدن ومع ماكرون ومع كل الدول الأوروبية بين قوسين بين قوسين طبعا النفاق السياسي موجود مشتدات بين ماكرون وعردوغان وصلت إلى أوجها هو النفاق السياسي موجود هذا معروف عالميا أنه رؤساء الدول ينافقون بعضهم ولكن تركيا قوة قوة سياسية مهمة في المنطقة ولها تقل كبير وتلعب دور كبير جدا فذكرنا مثلا لاجئين وذكرنا مشاكل أخرى في المنطقة وتركيا بقوتها العسكرية وبقوتها الاقتصادية سوف تلعب دورا أساسيا في المستقبل هي من تعرق الدخول السويد وفنلندا إلى الناتو طبعا هي والمجر هي قوية قوية سياسيا وقوتها تأتي من قوة نظامها الرئاسي من قوة أردوغان ومن قوة حزب أردوغان ومن قوة شعب تركي الذي يقف وراء أردوغان والذي أبنى عن ذلك خلال هذه الانتخابات بالرغم من ما قام به الغرب من مؤازرة المنافسي والمعارضة ولم يصلوا إلى شيء يعني تركيا اليوم ستتقدم بخطى وطيدة إلى المستقبل وستصبح قوة عظمى في المنطقة وقلت قوة 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 وأعتقد أن قوة الجغرافية لها دور كبير جدا في الموقع الجغرافي لتركيا يمنحها مكانة خاصة وهنا قد أقول بأن هل يمكن للغرب اليوم الذي فشل في التعويل على كمال كيلشتار أوغلو أن يعويل على الأزمة الاقتصادية التي يمر منها الاقتصاد التركي لكي ينشغل أردوغان بشأنه الداخلي وخاصة على مستوى التنمية الاقتصادية وبناء تلك الاحتفالية بالمئوية وبناء قرن تركيا الجديد كما أسماه أم أنه على الغرب أن يتعامل لأنه شيئا ما بين تركيا نفسها هي التي حلت ولعبت دور الوساطة في مشكلة عسكرية هي الحرب الروسية الأوكرانية وفكت ميناء أوديسا ونقل البضائع والقمح الأوكراني وقد تلعب دورا آخرا في إحلال السلام في هذه المنطقة التي ضرت الجميع العالم أجمع من أمريكا إلى الاتحاد الأوروبي إلى أفريقيا في الشرق الأوسط استعملت كلمة في كلمة جامعة مانعة دور الجغرافية والجغرافية السياسية في نهاية المطف الموقع الجغرافي لتركيا بطبيعة الحال جعلها الآن في قلب الجغرافية السياسية الإقليمية والعالمية تركيا هي حاضرة في الجغرافية السياسية الأوراسية بقوة تركيا بطبيعة الحال هي بوابة الشرق الأوسط تركيا هي بوابة روسيا وبالتالي الرهان الغربي كان دائما رهان قوي على تركيا صحيح هناك إحساس لدى الغرب بالخدلان على اعتبار أن تركيا هي تاني أقوى دولة على المستوى حلف شمال أطلسي على المستوى التعداد الجنود تاني أكبر جيش داخل حلف شمال أطلس داخل النطو هو الجيش التركي بطبيعة الحال والرهان كان كبيرا للغرب ولأوروبا على دور تركيا فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية على المستوى المنطقة لكن بطبيعة الحال أمام القبضة الحديدية لأردوغان وهنا ينبغي الإقرار بهذا أمام القبضة الحديدية أمام دور الوازن الذي أصبح يلعبه أردوغان على المستوى الداخل خصوصا أن أردوغان تحركه كما أشرت إلى ذلك الأستدنفل تحركه الغير على السيادة هو شخص غيور جدا على سيادة الدولة التركية هو الشخص بطبيعة الحال وكما يقول كارل ماركس الأحياء يقفون ذكرى الأحياء تقف دائما عبئا على ذكرى الأموات تقف دائما عبئا على ذكرى الأحياء بمعنى أن أردوغان المتأثر بالإمبراطورية العثمانية بطبيعة الحال وهذا حق مشروع لدولة كان لهذا ماضي مجيد وخصوصا أننا نتحدى على أنها كانت أكبر قوة على المستوى المنطقة بمعنى حتى النظام الملالي أو حتى الإمبراطورية الإيرانية كانت أمام الإمبراطورية العثمانية هي خرجت من رحم الإمبراطورية العثمانية ولا ننسى أنه شاطر كما يقال بالمواقف أن يذهب إلى اجتماع قمة العشرين فيجد عالم تركيا في الأرض فيأخذه ويضعه في جيبه أن يدخل مع ماشمون بيريسي منازعات في منتدى دافوس هو يتقن التواصل كسؤال أخير في ثلاثين ثانية العلاقات العربية مع مصر مع الخليج بالنسبة لتركيا مستقبلها هي تراهن على علاقة جيدة مع الدول العربية فمثلا العلاقات تركيا مع المغرب ممتازة في كل مستوى سياسي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الإنساني نحن أكثر دولة مغاربية تبادلا تجاريا مع 4 مليار تقريبا مع تركيا فأظن هو أردوغان يريد أن تكون له علاقة طيبة مع كل الدول العربية ويريد أن أن تنسى الدول العربية الأمبراطورية العثمانية بدأ المصالحة مع مصر مثلا طبعا هذه المصالحة مع مصر مع كل الدول مع يعني السعودية ومع ذكرنا السورية ومع كل الدول العربية هو يريد أن يكون يعني رمزا للدول الإسلامية ولكن بطريقة لطيفة ونعيمة جميل أشكرك جزيلا شكر أستاذ محمد أعلم وسهلا أستاذ وأنت المحلل السياسي وأيضا الأستاذ الجامعي شكرا لك الخبير والبحث في العلاقة الدولية دكتور لحسن أقار طيط شكرا جزيلا لك والشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وصلنا لاختام عدد اليوم من برنامج أجمل أفخاص لكم أجمل تحية إنما كنتم إلى اللقاح ترجمة نانسي قنقر